شيع في مدينة مأرب جثمان فقيد الوطن الشخصية الاجتماعية والقبلية شيخ مبارك علي الغنيمي شيخ مشيه قبيلة الغنيم الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني حيث ورية جثمان الفقيد الثرى في مسقط رأسه في مدرية حريب بحضور رسميا وشعبي كبير تقدمه قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح ومدير مدرية حريب وعدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والوجهات القبلية وأشهد المشيعون بمناقب الفقيد الراحل وأدواره الوطنية في التصدي لميليشيات الحوثية الإرهابية ووقوفه إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يدافعون اليوم عن الثورة والجمهورية في مختلف جبهات وميادين القتال